اشتركوا في القناة احبتي من جديد ما زلنا مع قناة تبسير الاحلام مع اخيكم اسماعيل الجعبيري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه ايها الاخوة الكرام النهاردة ما زال الكلام قائم عن سلسلة الكلام عن الاموات والموتى ونهاردة هنتكلم عن تبسير حلم الميت يطلب ساعة يعني ايه الميت يطلب ساعة مش معنى ساعة يعني نحن نفترض جدلا ان هذه هي الرؤية من يرى في منامه ان الميت يطلب منه ساعة على سبيل الهدية او يطلب ساعة بوجه عام فهذه الرؤية ربما تدل على احتياج الميت للدعاء في اقرب وقت تمام كده هو يحتاج للدعاء مش انه يحتاج الدعاء وخلاص لا ده في اقرب وقت بدلالة الساعة هو ما عندهش وقت هو مستعجل هو مزنوق هو في اشد الحاجة للدعاء والصدقات حينما يطلب الميت ساعة وحيانا تدل هذه الرؤية على ان الذي في اشد الحاجة للصدقات هو الرأي مش الميت وكأن الرؤية تحث الرأي على اطعام المساكين والفقراء وحينما يطلب الميت ساعة من شخص حي وكان الميت قريب للرأي هذه الرؤية تدل على ان الرأي يفعل افعال الخير وان هذا الخير سوف يعود عليه ان شاء الله تبارك وتعالى في الفترة القادمة فقضية الساعة في المنام حينما يطلبها رؤية عظيمة رؤية مهمة تخص الميت وتخص الرأي فانتبهوا اليها تظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته